دولاب البنت طبعا مختلف ومع كل عمر طبعا مختلف طيب مع منا وجيل منا شكله ايه بقاه دي حاجات انت اللي جايباها كلها ليش دعوة نقالص احنا بداية المراهقة طيب طيب بداية المراهقة كانت افلام زي مثلا كان جوني ديب كان سينما التحريح كان بتنزل افلام كتير قوي كان جوني ديب نزل فيلم اسمه دونخوان دي ماركو عمله مع مارلون براندو اوكي ده كان بداية فتاة الاحلام جوني ديب كان لسه طالع كان زي الامر اوكي وكان بقى نروح السينما ونقعد نبص لجوني ديب ده يا سلام ايه الحلاوة دي عندن نزل فيلم اللي هو العظيم تايتانيك اه طبعا جاك وروس اه طبعا فاي بقى قصة حب في الدنيا تبقى جاك وروس طب انت ما كنتش شفتي اللي قابل كده بقى يعني عمرك ما استعرضتي الودة الحلوة جوني ودويندو الحاجات دي ولا ايه طبعا انا نفسي بقيت اقول لماما النبي الراجل بتاع جوني ودويندو ده اهمك فيه يا مام مش معقول خرابي تلارجيميلي شوف يشه في الشنب المساقف 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 عجعت حسي انه ايه الشنب كان لازم مخطت هولو اه لا عاملن هولو وبعدين الشعر اللي بحه ده عارفة اللي عارفة ده الفيزيلين بس احنا على عرصة بدايات مراقية انا كان جيمس دين ورحمية بدري بقى فكت مناحة سودة وبعدين الفيس بريسلي ومات بدري ينهر سود على المناحة كده يعني فالموديلات اختلف فانت جوني ديب وبعدين اسمو ايه ليناردو ديكابريو وكان بقى تايتانيك ده اللي هو ايه قصص الحب كلها عبارة عن جوابات تايتانيك ستيكرز تايتانيك والبيبرز بقى على الحيطان تايتانيك يعني الهدية العظيمة بقى الكل ييه بقى اللي رموه اللي لقوه في اخر الفيلم لو كان بيباع مش عارف كان باتنين جنيه تلاتة جنيه خمسة جنيه حاجة كده او الله تعمل منه تعمل منه كتير قوي بديكت الحتة بقى الهدية بقى اللي جات لك بقى بيموت فيك بقى انت فهمها قصة حب عظيمة فاحنا عندنا عندنا تايتانيك اخي قروبة والنطب بتاعت تايتانيك اوكي في حاجة ده انت ختم حبية في حاجة ولا هو كده وخلاص لا هو كده وخلاص يا حليلة عندنا بقى البوستر بتاعت تايتانيك برضو ياختي برضو فيه فرق في الشعيرية لا والمصعف الشريف انا لما في تايتانيك ده قعدت تفرجت ومشوفتش حاجة يعني مش فاكرة منه غير مشهد وهو بيغرق بنموت بنموت انتو بتموتوا هو بيغرق واحنا بنموت ايوة انا شايفة حاجة تانية بقى خالص ايه؟ انا شايفة بيقول لها انا هغرق دلوقتي فقالت له طب يا حبيب بروحي شايفة واطية بس شايفة دميئة جدا يا انا شايفة بابا انت ماش ماشي يا ابس سلام انت وقعدت هي القروب وده طبعا يا لهوي ايوة اهو ده تلاقيه كان في كل القوض طبعا خذي فريدينش حتة وانا حتة باين يا ولاد يا حليلة اولا الفيلم ده عمل ارادات غير مسبوقة طبعا وفي العالم اه طبعا طبعا لا مصر صلاح يعني موضوع الافلام الاجنابي ده فيها اه له جلال طبعا فصة يعني ده مثلا ده كان سنة كم يا منا سبعة وتسعين مثلا لو انا مش غلطانة تمانية وتسعين اه في الحتة دي اه اه اي يعني من سبعة وتسعين وتسعين انا شفته في هيلتون رمسيس انت شفتيه فين انا شفته في التحرير انا كدام براس المتا اه ده كان ملطا على حيطان قوض البنات تقريبا كلها على يام نحن بقى حد تاني خالص يعني ناس تاني اشتركوا في القناة